وليس 300 التي يجيد الطيران الإسرائيلي تماماً التعامل معها يتدرب عليها طوال الوقت وبالتالي إسرائيل أيضاً سيكون لديها هذا التفكير في هذا الإطار لكن عملياً يقولون على الأقل في إسرائيل بأن الأمور قد تكون قريبة ووشيكة ربما أيضاً نفاجأ بأن شكل الضرب قد يختلف ربما تسمعين تفجيرات غامضة وما إلى ذلك وليس بالضرورة فقط الضربة التقليدية التي يتحدثون عنها أو مزيج بين الأمرين فقط دعني أشير زياد هذه الصورة التي تظهر الآن أمامنا مباشرة هي لغارة إسرائيلية على عيت الشعب كما تشاهدون وعلى ما يبدو هناك مواجهات وردع لمحاولة تسلل إسرائيلية جهة عيت الشعب طبعاً جدير بالذكر بأن عيت الشعب هي تقع بالقرب من رامية التي كانت هناك أيضاً محاولة تسلل إليها طبعاً هذا بالإضافة إلى مروحين وعلم الشعب ورأس نقورة هذا يعكس ما كنت تحدث عنه زياد منذ البداية فقط أريد أن أسألك في نقطة قالها قالها أيضاً محمود شكر قبل قليل كان يتحدث بأنه في 2006 الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من الدخول مباشرة بل عمل على تطويق عيت الشعب قبل الدخول إلى الجنوب اللبناني هل من المنطقي أن يكون نفس النهج الإسرائيلي يستخدم تطويق مدينة قبل الدخول حتى وإن كانت مختلفة؟ هذا ممكن وارد ولكن عملياً إسرائيل تدرك بأن للطرف الآخر ذاكرة كما لها ذاكرة وأنه عملياً يكون قد تدرب على كل السيناريوهات بما فيها الالتفاف عملياً على المدن والقورة لكن ما يلفت ربما في هذه العملية البرية أكثر من وأنا غطيت الأمرين هو حقيقة أن الأمر عكسي يدخلون قوات كبيرة عشرات ألاف الجنود يعملون بشكل أو بآخر داخل القرى اللبنانية وعدد قليل جداً من الدبابات يبقى في الخلف أكثر كإسناد وعملياً يتقدم فقط عندما تتقدم القوات البرية يتغدم معها ربما هذا الاختلاف لأنه في عام 2006 حدث أمر عكسي دخلت عشرات مئات الدبابات عملياً وضربت الدبابات بشكل مباشر من قبل الصواريخ المضادة للدروع أكثر من سبعين دبابة أذكر في وادي سلوكي فقط دمرت بالكامل دبابات مركباء وبالتالي ربما أخذوا بعين الأتبار تغيير التكتيك بشكل كبير هذه المرة شكراً جزيلاً من حيفا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي شكراً جزيلاً أنتقل الآن إلى رميش في جنوب لبنان تنضم إلينا من هناك مراسلة الحدث ناهد يوسف أهلاً بك معنا ناهد نحن نشاهد أدخنا لمزيد من الاشتباكات ربما أو قصف على عيد الشعب التفاصيل لديك تفضلي نعم تهاني ما ترونه في هذه الأثناء هو هذا الدخان الأسود يتصاعد من محيط بلدة راميا حيث كانت تدور هذه الاشتباكات طيلة ساعات الليل والنهار لأكثر من ثلاثين ساعة وحتى هذه اللحظة لا تزال هذه المواجهات مجتمرة ولكن ما نرى هناك معلومات تتحدث عن أن هذا الدخان هو لألية إسرائيلية احترقت وبالتالي هذا الدخان يتصاعد جراء احتراق هذه الألية كان أيضاً يوم حزب الله في ساعات ما بعد منتصف الليل تحديداً عند الرابع فجر قال بأنه استهدف دبابة أو ألية إسرائيلية كانت تتقدم إلى بلدة راميا مع استمرار هذه المواجهات وبحسب المعلومات أن هذا الدخان الأسود أيضاً هو جراء احتراق لأحدى الأليات العسكرية الإسرائيلية مع استمرار هذه المواجهات إن كان بالأسلحة الصاروخية أو المدفعية أو حتى الأسلحة الرشاشة التي كانت تسمع بوضوح أو تسمع الأتزال حتى هذه الأثناء بوضوح من بلدتين عيت الشعب وراميا عيت الشعب هي محاذية تماماً لبلدة راميا التي تحاول القوات الإسرائيلية دخولها منذ أكثر من ثلاثين ساعة كما ذكرنا وهي بالتالي يتم استهداف هتين البلدتين بالتزامن طيلة ساعات الليل كانت الغارات الإسرائيلية تشن بغارات عنيفة بفعل على هتين البلدتين بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي لم يتوقف طيلة ساعات الليل وحتى في هذا اللحظة سلسلة من المواجهات كانت حصلت خلال ساعات الليل تم اطلاق صواريخ موجهة باتجاه قوات إسرائيلية حاولت التقدم إلى بلدة راميا وحتى في خلت ورد أي أطراف بلدة عيت الشعب أعلن حزب الله بأنه استهدف قوات إسرائيلية أيضاً في تلك المنطقة تم تفجير عبوات ناسفة بالقوات الإسرائيلية التي كانت تحاول التقدم إلى هذه البلدة بالإضافة إلى رشقات صاروخية أطلقت باتجاهها حتى أنه عندما كانت يسقط إصابات أو تسقط إصابات في صفوف الإسرائيليين وتحاول بعض المجموعات الإسرائيلية سحب هذه الإصابات كان يتم إطلاق رشقات صاروخية على هذه المجموعات أو قوات الإسرائيلية لذلك بالفعل هي المواجهات الأعنف تهاني يعني منذ بداية توغل البري كانت تشهد عديد من المناطق مواجهات عنيفة بين الطرفين في محاولات التسلل ولكن هي ربما أطول محاولة التسلل نتحدث عن المدة الزمنية بالمقارنة بين هذه المحاولة والمحاولات الأخرى في بلدات أخرى هي أكثر مدة طول بهذا الشكل المتواصل بدون تقطع لمحاولات الدخول إلى إحدى البلدات الجنوبية وتحديدا بلدة رامية شكرا من رميش شافي جنوب لبنان مرسلة الحدث ناهد يوسف شكرا للمشاهدة